أو المراني المهم جداً للأهل عمله النهاردة الساعة خمسة شارك فيه كل اللعيبة مرسل كولر حرص على التركيز في المران على تطبيب بعض النواحي الخططية والتكتيكية بالإضافة لبعض التعليمات الخاصة واطمئن كمان على الحالة البدنية شايفين إمام عشور سعيد إمام عشور بعد أول 3-4 شهور في النادي الآلي بيشارك في كاس العالم للأندية هو ده النادي الآلي يا جماعة اللي بيتيح الفرصة لكل لعب فيه والكل مدرب فيه أنه يصل إلى هذه المكانة أعتقد فرصة كبيرة لإمامه ولكل زميله أنه يعمله حاجة كبيرة إن شاء الله في البطولة الدكتور محمد شاوي كمان يمكن قبل بأقول لكم على الدكتور محمد شاوي في التمرين ده في 15 ديه في البداية النهاردة كانت الوسائل الإعلام فيه إقبال شديد جداً من الزمل الصحفيين السعوديين على إجراء حوارات مع بعثة النادي الآلي على برضو الحصول على تصريحات من المدير الفن ومن بعض اللاعبين لكن تم الاكتفاء وفقاً لقواعد الفيفا بأول 15 دقيقة فقط لعملية تصوير طبعاً ديكم شايفين الألفة والروح والمدعبة اللي بين اللاعبة قبل بداية فترة المران وانه ده يعكس الحالة المعنوية اللي موجودة وانا قلتلكوا انه الفريق بقاله فترة الحالة المعنوية اللي فيه ما شاء الله هيلة جداً وكل بدأ يدرك انه كاس العالم للأندية زي ما قال الوانس خالد مرتاجي هتبقى ان شاء الله نقطة تحول في الأداء وفيه النتائج بالنسبة للفريق بإذن الله اشتركوا في القناة